أبرمت وزارة المواصلات اليوم عقد منح ترخيص إداري لربط كابل بري مع شركة زينة السعودية في خطوة تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية بصورة كبيرة جداً لحركة الاتصالات والإنترنت مع دول العالم وفي تصريح خاص لقناة الكوت أكد وزير المواصلات سالم الأذينة أن الهدف من توقيع مثل هذه العقود هو رفع مستوى خدمات الإنترنت وإيجاد منافسة عالية بين الشركات المقدمة للخدمة وخفض تكلفتها على المستخدمين لها اليوم فضلا عز وجل تم توقيع عقد شركة زينة السعودية هذا العقد يعتبر كابل بري بين دولة الكويت ودولة السعودية هذا الكابل هو من الكوابل التي كانت مخططة داخل وزارة المواصلات لتوقيعها ما في شك أن هذه الكوابل سوف تقوم بدعم ورفع خدمات الإنترنت بين دولة الكويت والسعودية مما يجد المنافسة العالية بين شركات المقدمة للخدمة ينتج عنه انخفاض أسعار الإنترنت التي ستكون بلا شك لنتاجها على المواطن الكويتي هذا العقد هو 15 سنة بترخيص داري قيمته 315 ألف دينار كويتي والعقد سيكون عليه رسوم سنوية 10 ألف كل هذه الأمور ستساعد إن شاء الله تعالى أخواننا المواطنين لتسهيل خدمات الإنترنت وهو من الكوابل التي ستكون سيادية بالنسبة للدولة في عملية توزيع الحركة الداخلة والخارجة إلى دولة الكويت وأسأل الله العظيم التوفيق إن شاء الله وسداد الأخوة القائمين عليه شكرا